السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل سؤال يقول هل البيم انجينير لازم يكون مهندس نصبيب انشائي؟ لنرى كذا اعلان انا مهندس موقع ودرست ريفت واخذت شهادة المقامة وحاليا بدرس البيم منجيمنت اكوردنج تو ايزو 19.650 ممكن يكون لي فرصة اشتغل البيم انجينير دعونا نضغط القاعدة الاول بعد ان نخرج البيم انجينير مهندس بيم انجينير مهندس بيم انشائي مهندس معماري مهندس تكييف مهندس كهرباء مهندس كييف لكن كلمة بيم انجينير مهندس تو كيد لا انا شغال مهندس ويستخدم التو كيد وده تبقى من ضمن الحياة اللي بقودة تسريفية يعني ما ينفعش طايت لناسه يبقى بيم انجينير ينفع ايه؟ بيم منجيمنت بيم منجير أو بيم كوردريتور او يعني فيه او الراجل ده متخصص في البيم تمام؟ انما في الهندسة لا بيحدد منها مثلا مهندس تكييف مهندس انشائي مهندس انشائي تمام؟ مهندس موقع ممكن مهندس موقع ومن ضمن المزايا اللي فيه او من ضمن الحياة اللي فيه انه هو راجل بيشتغل بالبيم ويشتغل باللوتوكات وبرامج اللي هو بيشتغل بيها تمام؟ يعني اكتب ان انت شغل بالريفت وان انت اخذ ايس حشل ايس حشل اوه ايس حشل انت كده راجل من ضمن المزايا بتاحتك او من ضمن النقط اللي انت فيها ان انت راجل من ضمن المزايا بتاحتك ان انت تشغل بالبيم او تشغل بالريفت وكذا مثلا ايه مقابل لم نتقول مهندس لا يوجد واحد تاني متخصص للإستدامة انه مهندس معماري ما نقول شبه مهندس معمار والإستدامة لا إلا لو هو متخصص في الاسدام من رجل وقت 5 أو 6 كرصات في كهذا فساعدة ممكن نقول عليه مهندس دين إنما هو مهندس مع ماري أو مهندس تاكيف ومن ضمن المزاج بتاحته أنه يأخذ ليد نفسي حيث يسمى مهندس ليد هل هل لازم البيم إنجنير يكون مهندس تصميم من شيء؟ لا بش لازم كما قلنا نفيش المصلح ده أنت رجل مهندس ومن ضمن المزاج أن تتكن الريفت وتتكن البن ويتكن تيكلا وتتكن أي برنامج أنت عايز تضمنه ساب وتتكن كذا ما فيش حد يقعو أنت تضمن بينك وصينك لأنا مهندس ساب لا إلا لو هو الاختراع الساب إلا لو هو الاختراع الساب أو هو ما بتتعامش في حياته غير الساب أو هو دي خصصه دعاتي أقوى ممكن يقول لك أنا مهندس ساب ألا ستقدم في أي حتة تانية ألا ستقدم في أي حد تانية تمام؟ فاكتب أنت مهندس الشاي أو مهندس موقع ومن ضمن المزايا أضع رفت وليد وضع بي امي بي وضع بي امي بي وضع بي امي بي مثل فكرة بي امي بي لا يوجد أنني مهندس انشاء بي امي بي إلا لو أنا تخصوص بي امي بي وهدف من وضعه التحدي هو أنني أعمل مدير مشروع لكي أعمل مهندس انجينير أعمل مدير مشروع وضحة الفكرة من أن تكون السؤال وضحة شكرا